مجلس الشؤون الاقتصادية مجلس الشؤون الاقتصادية مجلس الشؤون الاقتصادية من 12 برنامج لتحقيق اهداف الروية حتى عام ماشين اشتي بعض البرامج يعلن عن تفاصيلها والبعض الاخر لم يعلن عن تفاصيلها لحد الان فعندنا مثلا 12 برنامج برنامج خدمة ضيوف الرحمن برنامج التحول الوطني صندوق الاستثمارات العامة ودعم الصناعات تطوير القطاع المالي تحسين نموط الحياة 12 برنامجي الاخره الشخص اللي مهتم بالبرامج هذي انا انصح انه يطلع على موقع ساودي وموقع رؤية المملكة العربية السعودية 20 تلعين طب على انا قرأت البرامج هذي كلها من رغبة ومتعة اني اقرأ في تفاصيل الرؤية حاولت اخذ اي معلومة لها ارتباط في صناعة الساحب المملكة العربية السعودية اول برنامج ومن اهم البرنامج هو برنامج التحول الوطني كيف انه انتقل الى المرحلة الاخرى طبعا البرنامج هذا اعلن فيه عن 543 مبادرة من جميع الجهات الموسات الحكومية بتكلفة تزيد عن 270 مليار ريال حتى عام 2020 كل جهة حكومية او موسة حكومية برنامج التحول الوطني هدفه يهدى البرنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأثير سلبنية التحتية لتحقيق رؤية مملكة 20 30 ممتاز طيب طبعا لما نتكلم عندنا تقريبا ثلاث مؤسسات تهم من اهدافها في برامج التحول الوطني لأنها مرتبطة في صناعة السياحة اول حاجة هي العامل السياحي والثلاث الوطني ثاني حاجة وزارة الحج والعمرة وثالث حاجة هي وزارة الثقافة فلو تكلمنا عن برامج التحول الوطني او الاهداف اللي راح تحققها او تشتغل العامل السياحي والثلاث الوطني حتى عام 2020 اول حاجة عندنا استثمارات السياحية الجديدة الان هي 145 مليار راح تزيد في عام 2020 حتى تصل الى 171 مليار الوظائف المباشرة تذكرون الماضي تكلمنا عن 830 الف وظيفة مباشرة في قطع السياحة عام 2017 راح ترتفع باذن الله في عام 2020 الى مليون وميتين الف وظيفة فهذا رقم كبير طبعا باذن الله تحقيقه راح يكون اكثر قابل للتحقيق مع وجود المشاريع السياحية الكبيرة اللي راح نتكلم عنها لاحقا عد الوجهات السياحية القائمة والجديدة هذا بيعني بيجرح ما ادري بسني ما انا بنتكبل الموضوع هذا طبعا فعليا لا توجد لدينا وجهة سياحية قائمة في عام 2020 بينا راح يكون في المملكة العربية السعودية خمس وجهات سياحية قائمة نسبة التوطين في الوظائف قلنا عندنا 830 الف لما تكلمنا عن نسبة التوطين كانت 27.8 لما يرتفع العدد هذا الى مليون وميتين الف وظيفة ما راح تبقى نسبة التوطين عند تقريبا 7.8 لا الهدف انها تزيد الى 29.6 بالمئة من الموظفين في قطاع السياحة ومسعوديين يعني تقريبا تكلم عن حوالي 400 الف وظيفة سياحية يديرها سعوديين في قطاع السياحة عندنا الهدف الاستراتيجي الثاني زياد عدد المتاحب الآن الخط الأساس تقريبا عندنا 155 متحف عام 2020 لا بدنا تصل الى 241 هذا هو الهدف عدد المواقع الثاني قابل الزيارة تقريبا 75 ستزيد بإذن الله انها تصل الى 155 عدد مركز الابداع الحرفي وهذا بيزيد من حركة الوصر المنتجة الآن موجود مركزين فقط توقع 1 فريد 1 فبريدة عام 2020 راح ترتفع الى 17 عدد موقع التراث العالمي المسجلة لما يعني البرنامج كان 4 الهدف 2020 تكون 10 الآن فعليا عدد المواقع المسجلة هي 5 يعني تبقى 5 مواقع تسجل في التراث العالمي أو تحت موظمة اليونسكو عدد المواقع التراث العمراني طبعا 10 لكنها راح ترتفع والهدف فيها بـ 2020 تصل 28 موقع تراث عمراني وهذا شغال عليها لهي العمل السعوة للتراث الوطني عن طريق برنامج الملكس المال لنعب التراث الوطني برنامج ضخم جدا ومدعوم بشكل كبير من خادمة الحرمين الشريفين طيب كذلك نتلقي من مضاف قطع السياحة تقريبا 85 مليار و 500 مليون ريال سعودي راح ترتفع إن شاء الله إلى 118 مليار و 800 مليون في عام 2020 حجم الإنفاق السياحة 104 مليار راح يزيد هذا الرقم إلى 174 مليار عدد السياحة وحركة السياحة الداخلية والقادمين المملكة والخارجين منها تقريبا 64 مليون فاصل 500 ألف سائح راح ترتفع بين الله إلى 81 مليون أو تقريبا 82 مليون سائح عدد المهرجانات والفعاليات المتبطة بهذه الهيئة في نشاط الهيئة الآن هي تقريبا 300 اللي في الإجازات والأعياد وإلى آخره هذه الهدف في 2020 تصل إلى 500 مهرجان وفعالية في السنة كذلك ركز على مشروع تطوير مرافق الضيافة تذكرون لما تتكلم عن كم عدد الغرف البلدقية اللي موجودة في الملكة العربية السعودية هي تقريبا 446 ألف وستمائة وثلاث غرف أو وحدات سكانية الهدف في 2020 أن تصل إلى 621 ألف غرفة أو شقة كذلك المشاهدة السياحية الآن تقريبا 57 ألف منشأة سياحية طبعا مطاعم كافيهات وإلى آخر مكاتب سفر السياحة وشركات الهدف أن تصل إلى 77 ألف منشأة سياحية في عام 2020 فهذه هي من ضمن أهداف الرؤية بشكل سريع طبعا لو كنت أريد أن تفصل الموضوع هذا يحتاج وقت كثير وكبير جدا وفي ضمن وثيقة البرنامج هناك تفاصيل أكثر دقة مثلا كم تكلفة مبادرة على الحكومة كم مشاركة القطاع الخاص وإلى آخر من المعلومات هذه كذلك عندنا وزارة الثقافة والإعلام عندها هداف كثيرة مرتبطة برضي وتحويل وطني لكن حنا يهمنا عدد الفعاليات والأنشطة الثقافية المقامة في المملكة المسؤولة عنها وزارة الثقافة الآن هي تقريبا 190 الهدف أن تصل إلى 400 فعالية وشطة ثقافية عام 2020 وهذه ستنبني السياحة الثقافية داخل الملكة العربية السعودية كذلك عند العدد الزوار والفعاليات والأنشطة هذه الآن هم تقريبا 750 ألف الهدف أنهم يصلون إلى مليون ومئتين ألف زائر لهذه الأنشطة والفعاليات الثقافية المسؤولة عنها وزارة الثقافة هذا شيء بإذن الله سيكون داعم وهناك مبادرات أخرى أنها تنشط هذا العدد في مسألة السياح الثقافية وزارة الحج والعمرة وزارة الحج والعمرة عندها كذلك أهداف ومبادرات أنها تنشط عملها وداء حتى عام 2020 أول حاجة الآن الحجاج للنظاميين مليون ونص من الداخل والخارج سيرتبع هذا العدد تقريبا إلى 2 مليون وخمسمائة ألف عدد معتمرين الخارج 6 مليون زي ما قلتكم الهدف 2020 15 مليون حاج ومعتمر في مبادرة كذلك خاص معتمرين الداخل لكن لحد الأنبيناتها لم تتوفر هناك كذلك مبادرات أخرى مرتبطة مثلا برامج التدريب العاملين في الحج والعمرة الآن 7 ألف تقريبا مستفيد سيرتفع العدد المستفدي إلى 40 ألف فهذا مهم جدا في تأثير الإيجابي على تجربة الحاج والزائر والمعتمر لبلاد الحرامين الشريفين كذلك برامج التوعية ضمن العاملين في قطاع الحج والعمرة أهمية هذا القطاع أهلية التعامل مع المعتمرين والحجاج والزائرين الآن المستفيد من 7 ألف الهدف في 2020 يرتفع إلى 40 ألف مستفيد من برامج التوعية الآن رح ندخل إلى برنامج ثاني انتهينا برنامج التحول الوطني وعلاقته بصناعته السياحة الآن رح ندخل إلى برنامج صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة هو الذراع الاستثماري للحكومة وتملك الدولة ويدير ورئيس مجلس إدارته وصاحب السؤول ملكي بن محمد بن سلمان طبعا البرنامج كذلك اللي هم مبادرات حتى عام 2020 لكي تحقق أهداف الرؤية في 2030 طبعا عنده مبادرات كثيرة لكن يهمني مبادراتي لها علاقة في مجال السياحة وصناعة السياحة كي يصير استضافة المزيد من المعتمرين هذا يساعد لتحقيق الهدف اللي هو 30 مليون معتمر تقديم خدمات ذات جودة عالي الحجاج المعتمرين كيف راح تطرق عنها بعد شوية إن شاء الله إثراء التجربة الدينية والثقافية الحجاج المعتمرين كذلك راح نتكلم عنها بعد شوية من ضمن مبادراته أو التفاصيل في مبادرات الصندوق الاستثمارات العامة كذلك عندنا التطوير وتنويع فرص الترفيه هذه من ضمن أهدافه وهذه راح نتكلم عنها عنده أكثر مبادرة في الموضوع هذا هذا تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة وكذلك عندنا مبادرات راح نتكلم عنها بعد شوية بإذن الله ومن ضمن أهدافه في تنويع الاقصاد هو تطوير قطاع السياحة كيف راح يتم تطوير قطاع السياحة بإذن الله عن طريق المبادرات التي يعمل عليها وأعلن عن تفاصيلها من ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة البرامج هي كالتالي أول شي عندنا تأسيل شركة المبادرات التي أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة تبعاً تأسيل شركة الاستثمار في الترفيه كذلك عندنا مدينة مطار الملك خالد الدولي إنشاء مدينة داخل مطار الملك خالد الدولي إنشاء مدينة داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي تطوير تجربة الحج المعتبر في مكة ورقة طاقة استعبية تطوير تجربة الحج الأمر في المدينة المنورة كذلك تطوير في منطقة عسير ومشروع نيوم مشروع البحر الأحمر مشروع القدية وكذلك إنشاء شركة لطيران الجوي الهليكوبترز تملك صندوق الاستثمارات العامة تفاصيل هذه البرامج راح نتكلم علىها بشكل تفصيلي لكن راح أجعلها فيديو خاص أو فيديو ثالث خاص بما يتعلق في مسألة برامج صندوق الاستثمارات العامة ومساهمته في تحقيق هداف أو تأثيره في الصناعة تفسيره حتى عام 2020 وتحقيق هداف رائعة الملكة 2030 شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر